مرحباً، سلام المسيح سلام المسيح أيضاً، اختبرت العنصرة، اختبرت يوم الخمسين كنت سامع عنه قبل الإنجيل؟ لا، لا، لا اختبرت اختبار صور معك ماذا صور معك؟ انا لم أفتح الإنجيلي، كنت تذهب ككل بنت على الكنيسة كنت أستحق أعترف بأعترف بما أريد كنت بعيدة عن الرب كنت ألجأ للأديسين بنظري يا سوع مانو موجود يعني هو فوق، بس ما بيسمع لي لقلي أنا خلقت ببيت جيت من بعد 18 سنة كنت صغيرة بالبيت ولا تخوف عندي أنه أنا الصغيرة والكل الكبار أنه أنا بدي أحمل هالشي لحالي بلشت أقطع بمراحل بلشت اختتجوزت كمان بلشت تحس أنه أنا عم بفقدت من البيت هون بس كبرت أكتر أكتر طلعت على الحياة بلشت شغل بلشت بطل ألوندرا اللي أنا البنت اللي رايقة لمهزبة اللي بتتحك صرت افتخر بالمثبات فخرهم عارهم متل ما بيقول صرت أمبسط أنه شوف شخصيته أقوى منه يقدر علي وصير أنا بدي أطلع كون مثله ما هي عمرك ألوندرا؟ 22 سنة 22 سنة؟ لا تصلي لا تحكي بيسو لا تحيشي حياتك سيكي طفلي صغيري وأول شبابك لماذا تفرحي بالحياة؟ لأن الفرح مع الرب لماذا ترحي تسهري تشوفي شباب تشربي مهول ما فين فرح هدف فرح مؤقت أما فرح الرب وهو دايم اختبرت هذا الشيء؟ أكيد اختبرته أنا وصلت بمرحلة من حياتي من بعد مفقدة بي أنا كنت إنساني ماني قريبة من أهلي يعني ما أعطيهم الحب ماني قريبة منهم وماني قريبة من حدا متل ما بدي أنا بتصرف متل ما بارتح أنا بتصرف ماذا تحدث معك؟ كنت بس بلاشت أظهر وإطلع على شغلي وهيكا بلاشت تصير إنساني متل ما بيقولو أحمي حالي بفجوري إنساني بلا أخلي ما بدي أقفلك ما بوقفلك ما عندي حدا كبير متل ما بارتح ما بيهمني رأيك لما مرأ شوية وفي الوقت فات بي على المستشفى وكنت أنا ماني قريبة منه ما قدم له المحبة فبس فات على المستشفى كانت أول مرة بشوف بي محطوط به الموقف بلاشت قبكة طلعت فيه أختي قربت لعندي قلت لي إنه ألوندرا شفت أنه عندك محبة بقلب بقلبك لألوندرا لأنه أنا ما كنت ظاهرة المحبة لحدا هون كنت أول مرة ببلش التجأ لأدوية الأعصاب توفى بي مرجع وهون ببلش الخوف اللي أنا كنت عيشته أنا وصغيرة ببلش يتحقق التجأت لأدوية الأعصاب أوقات ما يكفوني أربع حبوب بنهار ما كنت نام ما كنت أعرف الراحة قلق حزن خوف اضطراب كل شيء بحياتي مليته ما في شيء بيعطيني هالفرح اللي أنت قلت لي عنه حتى إذا كان بدأ أخد حبة أعصاب كرمال ارتاح كرمال ما فكر أنا شو وشو عم بيصير فيي وشو ناطرني التجأت للتبصير التجأت للكف الإيد كمان التبصير بالكف الإيد لأنه صار أنا بدي أبني حياتي لحالي وكمان كنت عم كنت كل ما شوف شاب يعجبني أو أنا أعجبه شوف فيه خلاصة لأن كمان أول شيء فكرت فيه كابنت صغيرة أنه كلهم أربع كلات أخوة بالبيت وإم كلهم البي لأنه أنا فقدت البي كمان بنت هتطلع من الحياة هتبلش طفلات فصار كمان أربع عراق كلهم كنت أنت أي شيء حيات من نسميها خوف مرض أطراب يتيمة وحيدة تحمي حالك بفجورك بلشي حطيتي مكنة قلب أو شيء حطيت مكنة قلب وكمان قلتلك كنت جاءت لأدوية الأعصاب عيشتهم قلق بالبيت مش واحدة عيشت القلق كانت الماما تقول لي رحميني كيف تغيرتي؟ من غيرتي؟ اندعت على رياضة روحية وطلعت ولمني سامعة بهذه القصص ولا سامعة حتى بالروح القدس ولا أعرف شيء عن هذا الموضوع طلعت بنظري أنا طلع أرتاح هكي ومبسط أطلع من اللي أنا فيه لما وصلت لفوق واتفاجأت بالإخوة اللي كانوا لأنه أنا ما بحب حدا يقريب مني ولا مرة ضقت المحبة اللي ضقتها فوق خبرينا للاختبار أنا أماما أنا وقت كتير تابع كانت عم بطلب من الرب أول شي بفوت على كنيسة بندعا لأنه اعترف كانت أول مرة باعترف بكل صدق وطلبة الرب من كل قلبي كانت بولا عم بترنم بالإداس عم بتقول وليا نكسر قلبي ليشبع قلبك هون كنت عم فكر أنا بهذا الكلام وانت فتنع موضوع معك كنت عم تشرح أنه بدي اتواضع عمي من الرب بدي اطلبه للرب من كل قلبي أنا بحاجة لقلو لما وصلت لتسلي معي كنت عم بطلب الرب من كل قلبي كنت عم بطلب شوف باية كنت عم بطلب أنه يسمحني كنت عم بطلب أنه أنا سامح لكل أنه أنا كنت إنسان حقود فالرب سامح لي أن تلاقي فيه شخصيا أنه نال الروح القدس أنه أولد أولادة ثانية لأنه يجب على كل شخص أنه يولد من جديد ما حدثت؟ كانت أول ليلة ما أخذ أدوية كانت أول ليلة ما أخذ أدوية وقفت أدوية وقفت كل شيء غيرني وغير حياتي هكذا ردني أعتباري لأنه كنت أشهد من العالم حب ما في غير هو منبع الحب يعني كنت عايش بفراغ ما حدا مالينك الفراغ إلا الروح القدس روح المسيح روح الله آمين أتركهم المترجم للقناة